السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم عزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا التماثل الكلي والنصفي في زخارفنا الإسلامية في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ تعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات ولكن في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المقص المشرط الدبابيس ماذا لو احتجت أن أستخدمها؟ أحسنتم ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصصاتهم من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت يداي بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون كذلك ملابسي لا ألطخها بالألوان طاولتي أيضا أبقيها نظيفة فأضع النفايات قصصات الورق التي لم أعد بحاجة لها رائع في سلة المهملات طاولتي تبقى نظيفة وكذلك فصلي هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية وادرسنا كما أخبرتكم التماثل الكلي والنصفي في زخارفنا الإسلامية لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم التماثل الكلي في الزخارف أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يفرق الطالب والطالبة بين التماثل الكلي والنصفي ثانيا أن يكرر الطالب والطالبة وحدة زخرفية تماثلا كليا دعونا نتذكر ماذا أخذنا في دروسنا الماضية تكلمنا عن الزخارف ماذا نعني بالزخارف؟ هي رسومات نرسمها على كثير من الأشياء فتزداد جمالا دعونا نتعرف على أنواع الزخارف دعونا نتذكر أنواع الزخارف لدينا زخارف كتابية لماذا أسميناها زخارف كتابية؟ أحسنتم لأننا استخدمنا الكلمات، الحروب، الأرقام كتبناها بطريقة جميلة فسميت زخارف كتابية لدينا أيضا زخارف نباتية لماذا هي زخارف نباتية؟ أحسنتم لأننا رسمنا أشكال النباتات أزهار، أوراق أشجار، أغصان لذلك هي زخارف نباتية ماذا عن الزخارف الهندسية؟ لماذا أسميناها زخارف هندسية؟ أحسنتم لأننا استخدمنا الأشكال الهندسية استخدمنا المثلثات، المربعات، الدوائر رسمناها بطريقة جميلة ومزخرفة فأسميناها زخارف هندسية أيضا تكلمنا في دروسنا الماضية أين توجد الزخارف؟ أين نجدها؟ في البداية أجدادنا زخرفوا كثير من الأشياء زخرف المنازل، زخرف الأبواب، زخرف الأواني، زخرف السجاد زخرف كثير من الأشياء نحن أيضا كما أجدادنا زخرفنا كثيرا من الأشياء أيضا لدي هنا زخرفنا الأواني كما ترون لدي أحسنتم كوب مزخرف زخارف هندسية بداخلها زخارف نباتية أزهار لدي أيضا فانوس مزخرف كما ترون أيضا زخرفنا أحسنتم الأقمشة كما ترون زخارف نباتية نحن أيضا كما أجدادنا زخرفنا كثير من الأشياء أيضا في دروسنا الماضية تكلمنا عن التماثل النصفي ماذا نعني بالتماثل النصفي؟ هي تذكروا معي عزاء الطلاب والطالبات لدي زخرفة نصفها الأول متماثل تماما مع نصفها الثاني هي زخرفة واحدة ولكن نصفها الأول متماثل تماما مع نصفها الثاني دعونا نرى مثالا على قطعة الشفاف هذا لدي هذه الزخرفة الهندسية على شكل مثلث هي متماثلة تماثلا نصفيا كيف عرفنا؟ نصفها الأول متماثل تماما مع نصفها الثاني دعونا نتأكد رسمتها على ورقة شفاف سأقوم بثنيها للتأكد كما ترون نصفها الأول متماثل تماما مع نصفها الثاني إذن هي زخرفة متماثلة تماثلا نصفيا هذا ما نعنيه بالتماثل النصفي ماذا عن التماثل الكلي؟ لدينا زخرفة وزخرفة أخرى متماثلة معها تماثلا كليا تشبهها تشابها كاملا إذن هي متماثلة معها تماثلا كليا دعونا نرى مثال لدي هذه الورقة زخرفة على شكل ورقة نبات إذن هي زخرفة ماذا؟ هندسية أم نباتية؟ أحسنتم زخرفة نباتية سأرسم الآن زخرفة ثانية متماثلة معها تماثلا كليا كيف ستكون إذن؟ شكل مثلث؟ دائرة؟ أم؟ ورقة نبات أخضر؟ مثلها تماما هي متماثلة معها تماثلا كليا دعونا نرى مثالا آخر لدي هذه الزهرة لونها أحمر سوف أرسم زخرفة ثانية متماثلة تماثلا كليا معها إذن ماذا سيكون شكلها؟ مربع؟ شجرة؟ أم زهرة؟ أحسنتم زهرة مثلها لأنها متماثلة تماثلا كليا دعونا نقوم برسم زخرفة نباتية متماثلة تماثلا كليا إذن سأرسم زخرفة نباتية وزخرفة نباتية ثانية متماثلة معها تماثلا كليا سأستخدم أحسنتم لاستنسل هذا هذه القطعص الرقيقة من البلاستيك تسمى استنسل محفور بها أشكال مختلفة أستطيع أن أختار الشكل وأبدأ برسمه على الورق البيضاء هيا نبدأ بالرسم سوف أختار هذه الزهرة إذن أنا أرسم سأحتاج إلى قلم الرصاص أرسم زخرفة نباتية متماثلة تماثلا كليا أو نصفيا؟ كليا أحسنتم إذن سأرسم هذه الزهرة وبالتأكيد سأحتاج إلى رسم زهرة ثانية حتى تكون متماثلة تماثلا كليا أرسم شكل مربع مستطيل أم زهرة مثلها؟ أحسنتم زهرة مثل الزهرة الأولى لأنها متماثلة تماثلا كليا مع الزخرفة الأولى أو الزهرة الأولى كما تروا رسمت زخرفة متماثلة تماثلا كليا زخرفة نباتية لماذا هي زخرفة نباتية؟ لأنها أحسنتم على شكل زهرة الآن أبدأ بالتلوين أستخدم الألوان الخشبية إذن ألون ورقة الأزهار باللون أي لون هذا؟ رائع إنه اللون الأخضر لونوا أعزائي الطلاب والطالبات بألوانكم الجميلة فتلوينكم دائما رائع وجميل أنا ألون ورقة الأزهار باللون الأخضر أحسنتم ألون الورقة كاملة بهذه الطريقة أنا ألون حتى أصل إلى تلوين كامل الورقة الزهرة من الأعلى سألونها بأي لون؟ أحسنتم بنفسجي ألون الزهرة باللون البنفسجي اختاروا الألوان التي تحبون استخدمت الألوان الخشبية تستطيعون استخدام الألوان الشمعية الفلوماستر اختاروا الألوان التي تريدون فكما أخبرتكم تلوينكم دائما رائع وجميل ألون داخل داخل الزهرة لا ألون خارجها وإذا أخطأت أحسنتم أستخدم المساحة لا مانع من أن نخطئ فنحن نتعلم كما ترون أنا ألون بهذه الطريقة لونت كامل الزهرة الزهرة الأولى الزخرفة الأولى الزخرفة النباتية الأولى والزخرفة النباتية الثانية كما ترون تعلمنا كيف نرسم زخارف نباتية متماثلة تماثلا كليا ولوناها هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا أيضا؟ لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح لهم مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر